أولا العرائد هي منظمة بالدستور دستور سنة 2011 أعطاها الإمكانية هذه المواطنين لكي يعبروا عن آرائهم أو لا عن قضايتهمهم أو لا عن ملتمسات أو لا عرائد حول قضايا إما تنموية وإما عن ملتمسات من أجل وضع شريعات أو قوانين عبدالبي هو الذي يترأس اللجنة الوطنية للعرائد والمفروض أن يتم وضع هذا الطلب لدى اللجنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنا شخصيا لم توصلت برسالة تطلب مني أن أحدد يوما من أجل وضع هذه العارضة سوف أتجاوب مع هذا الطلب وسوف ندرس هذه العارضة في إطار الدستور وفي إطار القوانين التنظيمية وسوف يتم التعبير عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال قبل حوالي أسابيع كنا في الصورة لمناقشة الموضوع دي العرائد بشكل عام للأسف حصلت بلدنا ليس حصيلة كبيرة بالرغم من أننا نعتبر من الدول التي نصت على العرائد وعلى الملتمسات في الدستور وأيضا قامت بمراجعة القانون تنظيمي المتعلق بالعرائد مؤخرا لتخفيض عدد التوقيعات المصحوبة مع طلب العارضة وأيضا للاستغناء عن نسخ البطائق الوطنية التي كانت في السابق كلها ستكون بشكل إجباري فهذه التعديلات الجديدة نحن نتوقع في إطار العمل الذي نشتغل عليه داخل الوزارة النفس حل مجال أكثر لأن تفعيل العرائد وتفعيل الملتمسات هي وسيلة حذاتية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث في المجتمع فهذا المقتضى هو مقتضى دستوري ونحن جميعا نحترم هذه المقتضيات الدستورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر